السلام عليكم أخواتي الغاليات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير أشخباركم كده أنا ولداتكم وعائلاتكم وإن شاء الله يدخل عليكم هاد الأيام المباركة بصحة والسلامة ومزيد من الطاعات والرزق الوفير إن شاء الله الأخوات اللي كيبغوا يخدموا توكلوا على الله وحتى واحدة ما تقول ما عنديش الكليان بزاف الأخوات كيقولوا لي ما عنديش الكليان كل شي هاد الشي قعلي كتشوفو خدم في لي كوموندو خدم في أي خدمة كما كانت في الأول ما كيكونوا لا كليان ما تكوني لا معروفة وزيد على ذلك بزاف الأخطاء كنا كنوقعو فيهم حال من حاجة كتخسرو ترجعوها الجن بش حال يعني توكلوا على الله أخواتي ذاك شي كل عادي كتجيبوا سلعة وكتقولوا شكل غا يديها ولكن إن شاء الله ذاك شي لمقسم لكم الله غادي غادي يجي اللي ياخدوا وغادي إن شاء الله تديرو كليان خاص يكون غير الإتقان وتكون الجودة وتكون الخدمة أنقية وما يكونش نهائيا التلاعب في هكا ديال السلعة اللي كتدخلوا في الخدمة ديالكم وإن شاء الله قاع البنات اللي كيسولوني على الأتميناء غادي تضربوا حسبكم إن شاء الله وتعرفوا شنو اللي مخرجكم وبقوا تسولوا بحال هكا أنا كنجوب على قدر المستطع قاع الأخوات اللي كيسولوني في الخاص على الأتميناء شنهار إن شاء الله غادي ندير لكم الأتميناء قاع باش كنخدم أي حاجة والطريقة قاع باش كنحسب حتيانا يعني وخاك يكون واحدة من ماشي تابت كل مرة كي تبدل على حساب السلعة اللي كتقدوا مهم غادي نعطيكم الطريقة ديال إن شاء الله في شي فيديو خاص باش كنخدم هالشي كام اللي كتشوفوا سواء من هاد الحلويات المعسلات اللي كومونت ديال الطياب كل شي كل شي داك شي اللي بغيتوه إن شاء الله توكلوا على الله الأخوات اللي عندهم قانات راه القانات كتساعد هكا باش تعرفكم على الناس ولي ما عندهم شبح حل مثلا صفحها في الفيسبوك أو لإنستغرام أو لواتساب مهم حتى هاد المواقع راك يزيدوا ويعرفوا بالخدمة ديالكم هنا هاد سلعة خديتها باش ديال الخدمة عاو تاني خديت اللوز رومي هو باش كنخدم الشباكية وخديت هاديك المارغارين وخديت الروح ديال الزهر وهاد اللي قاتت هادو واحد القابسة ديال اللي قاتت اولا هاد الباكية هادي باش عجبوني ماشي داك نوع البيض اللي ضخيه كيتقطع غير كي يلحقوا لما كيتقطع هادو بعدا كي يبقى وحتك تسالي الشغل ديالك بالنسبة لهادي خديتها بمية وعشرين اولا مية وثلاثين درهم فيها ميات حبة والقياس ديالها هو الايم داك موين ملقيش صغار بزاف وماشي كبار وبالنسبة احتل هادو نوريكم احد صفايات خديتهم هادو باش كنخدو باش كنهزو الشباكية هكا وهاديك باش كنهزو من الزيت وهادو بالنسبة لهادي را عشرين درهم هادي كل صفراء يعني باقي ما عرفش شحال لانا كان يلا حطهم هادو التمن ديال هادو 680 هادي صغيرة شوية والاخرى اللي كبيرة عليها 840 درهم وكينين من الصغيرة على هادي حتى الكبيرة قا يعني واحد سيروي تقريبا شي خمسة ولا ستة الاحجاب زوينين ديال اينوكس انتوما بالنسبة لهادو خديتهم باش نخدم باهم هكا شباكية لانا هانا بديعو تاني في الخدمة ديال المعسلات لبنات اللي بغوا المنتجات ديالي اولا المعسلات ايضا سلو كان سلو مقوام كان لي فيه اللي ما فيه شكور كان بتاح لاوت كان دخيق ديال زميطة اولا ذاك المقلي اللي كان قولوليه الزراع مقلي شنو اخر كان كل شي يعني لقي حركة تلقوها عندي في الواتساب اولا غتلقوها في صندوق الواتساب صفتوا لي في الواتساب في هذا الرقم هذا ان شاء الله وخما كان جاوبش في نفس اللحظة لانا مع هانتوما شتورة كان خدم هكا هادلي كوموند وبزاف ديال خدمة اخرى يعني حتى لما جاوبتكم مش في ذيك اللحظة اخواتي راف الليل كان جاوب جميع البنات بالنسبة هنالعسل الى بغيتو هنجح معاكم دائما الحمض ما تنسوه شنيه الى انسيتو الحمض را كي تحجي كي ولي ماشي لانسيتو حتي لكان قليل مثلا حمضة ناشفة ولا را كي ولي كيبات وكيبقى كيدر ديال قشرة بحال السكور هذا راهي الله تفيت لي شوفو انا راه كان تقل العسل هذا را بقي سخون ملا غادي برد غادي تقل بزاف كان عمر جوج كوكوتات كندير جوج ديال كوكوتات واحدة كندير فيها 4 كيلو ديال ساندة وجوج لطر ديال الماء وجوج حمضات والكوكوت الاخرى اللي صغيرة عليها شوية كندير فيها جوج كيلو ولطر ديال الماء واحد الحمضة صافيو كي طيبو 45 دقيقة وكنبقى كنجمع في واحد قاملة كبيرة حتى كنجمع تقريبا نطيبت شي 20 كيلو ديال ساندة هي اللي خدمت اولا اللي طيبت دابة باش عاوتاني نخدم بها ان شاء الله الهدى الي غادي نصوب بهي العقدة عندي لي كومنت دية بغزال ولا ي كومنت ديال البريوات ثلاثة كيلو ديال اللوز بنغسله كلانا لاخوتcyق ف lic نغسل الجوجة او لما نغسل المرة تانية كيكون الماء دافي واحد شوية باش يطلق لنا ذاك اللون وكتبقوا وكتسربوا هكا باش ما يبقاش ليكم اخواتاتي ما يشربش ليكم الماء هانتوما هدا راه دافي غير شوية مش يسخن هاي دافي فقط عادة بغادي نديرو في الماء في واحد نجرة يكون الماء غليان حتى كي يجي ذاك الماء طالع كي يغلي عاد كنحط اللوز باش هكا ما يشرب لناش الماء وما يدوش واحد لوقت طويل باش ينشف نصوبوا العقدة هانتوما هاد المادة براه يالله بدكي يغلي وحطيت فيه واحد الكيميالي انا ثلاثة كيلو كتيرة غدي نحط قريبا واحد جوج كيلو هنا يغير واحد شوية غير نكمل هكا في الحطان كي يجي يطلع كله الفوق كتجربوا بيديكم هكا اللي تقشرت اللي كتلقوا هصافي بدكي تقشرت كتحيدوه بسرعة باش هكا ما يشربش لينا الماء وياخد لنا واحد المدة طويلة باش ينشف ومن بعد كي يولي كي يطلق لنا الزيت غدي نحيد هذا ونحط هذيك الكيميالي بقات بنفس الطريقة صافي وعود غدي نقشروه باقي سخون ما تخليوش تايبرد لانه كي يعود كي ينشف وكتعود تلسق عليه القشرة اولا ديروه في بلاستيكا كنت شاركت معاكم واحد تدبيره ديالا ذاك الساشي ديال الخضراء كتغسلوه مزيان وكتحطوه كتبقوا تفرقوه هذيك طريقة كتسهل عليكم التقشار ولا كتديروه في واحد توب اللي كي يكون نقيو كتفرقوها كاعد كتبدا وكتعزلوه المهم كتديروه اسهل طريقة باش غدي تقشروه بسرعة قبل ما غدي نشف ليكم لانه إلا نشف كتعود تلسق فيها القشرة ديالو صافي غدي ثلاثة كيلو كندير لها كيلو وميتين جرام ديال سكور ساندة ودوك القرعات ديالروح الزهر ليشتو كندير كل كيلو بقرعه يعني غدي ندير ثلاثة وصافي غدي نديه القرعات ما زهر كندير معي ونديها باش غدي نطحنوا ان شاء الله وبالنسبة لكل يد ديال الناس مازالة الحمد لله مستمر رفاد لكم وندهادو كان نرسلك كل مرة يعني ذاك الشي اللي لجمي كله بعد المرات ثلاثة اربعة المهم كندير الناس ليكم ونديرهم الآمن احتهما وهنا بغيت نغسل البوتوت شكرت الاخوات اللي قالوا لي ذاك النهار ما بينش البرودوي ها هو خوتاتي باين اسميتو بانج هاد الكتب هادي بانج كيدير 30 درهم وراه زوين بزاف ما فيه لا رحة ما كيوكل في الدين شريوه يعني الاخوات ذاك الفيديو اللي كنت شاركت معاكم بزاف الاخوات قالوا لي يا ما بينش بزاف اولا ما بينش مزيان في الصورة انا غير حيث كنت زا ما كنشاركو معاكم تقريبا من السنة اللي فات ودي ما كنخدم به بحل هكا وكنشكروليكم صفي انا يحسب لي وش الاخوات زا ما صفي عارفين اسمية ديالو ولكي لقيت بزاف ديال التعليق وحتف الخاص قالوا لي عافك صوره لنا او لا كتب لنا اسمية وهذا بانك اسميته بانك وكيدير 30 درهم وراه اطلقوها في اي هر يمشي سوليه موجود وما فيش الريحة الاخوات اللي كي يخافوا منه هو مش يبحل داك الو هدك الو هدك الو حتى هو زوين ولكن فيها ريحة مجهدة هو وكيبقى كيدق في ليدينه هو الا استعملتوه ليدين ديركم كيبقوا كييأكلكم هذا اللا هذا بحال لا يعني ما فيه ما كي اضطرش على جلدها كيبقى يحرقكم وما فيش داك الغاز او لذك داك الريحة اللي كتكون مجهدها صفي غسلت فيها البوطة كنغسل به هاد الموسهد ولا هوت كل شي كنغسله به كيرجع كيشعل يوصى في البوطة هاد الايام راكم عارفين كات العسل بعض المراز كنخليها كتكون كتير بحال هادي كندير فيها اربعة كيلو بعض الاحيان من هنكون كندير شي حواج اخرين كنلقاها راسة في بعض المراز كتفضليه وتفض غير شوية هي وكتعودوا تشعلوا البوطة كيتحرق ذاك شي اللي كان فوق البوطة عليها كنغسلها وشتوها بذيك الطريقة كالبوطة يعني بحال لا مستخبز السفوية غير تكشي ديال العسل واتشي ديال ديال الخدماء وتاني هاد الايام هادي هانتو ما شوفوا الحمضة اللي درت لكل جوج كيلو كندير حمضة كبيرة وتكونوا متأكدين انها ما نشفاش الى نشفا راه كتكون ما كيكفيش وكيبقى كيتحجر لنا اولا كيولي لنا بحال سكر لعسل ديالنا كنت شاركت معاكم واحد الفيديو شحال هادي فيها جميع المعلومات ديال العسلي يعني لا دوز لكم الطيب بزاف وفيها الحمض دياله فيها كل شي كتلقاوه دير بحال الجاج اولا بحال ديك المصاصة هادا كتزيدو فيه كاس ديال لما سخون اولا غليان طرق السبولة وكتدفيوه شوي كيطلق كتحركو بالنسبة لما شحال كتزيدو على حساب القوام دياله و وش قاسح بزاف وشويا انتم ما كتتحكموا في ذاك الموال لكن يكون طيب اما الى كان كما قدلكم لقيتوا فيه سكر من الفوق ما تلوحوا موال وكتبقوا وكتقطعوا عتان واحد الحمضة كبيرة وتديروه فيه وكيطب وانتم ما كتحركو وتخليوا عتاني يطب للمرة تانية را كيولي عسل ناجح مئة في المئة ما كنزيد فيها نحت حاجة لقرفة لحت حاجة يعني ذاك شيقة المنكيهات في هذه الشباكية والبريوات كنخدمونا بهذا الطريقة هادي ها هو اللي طرق تاني بالنسبة بحال هادي اللي كان شعليها را كتبدأ كتطبخ ضروري كتلا غفلت عليها كولا مجهد العفية كتتفض واحد شوية هي اللي كتوسط خلينا البوطة كان هاد الطريقة هادي اللي كان خلي حتك تدوب ساني دا عد كان نسد ولا درت كيلو را كان نسد علها بلا ما غادي ندوبها صافي هنا غادي نسد علها خمسة واربعين دقيقة وهذا السفوف ديال لي كوموند ما شاء الله راه تقريبا كله تباع وبغيت نساوب واحد اخر الاخوات اللي بغاوا السفوف هادي المرأة ديال لي كوموند كان نرسله حتى لمدون يعني كان نسفت في امانة كان دير هنا كل هاد هاد الباكية ديال جو طبل كان دير فيهم وره البنات راه ما حطتهم هنا حتى مسحتهم كاملين عاد بديس كان خدم بيهم رمشي جبتهم ديركت من الباكية وبديس كان خدم بيهم هكا يعني كل حجرة كان مسحاعد كان نستعملها وحتى الشباكية احتى هي كينة في هادي ديال الكيلو والناس اللي كيبغوا بزاف ركيجيبوا ليسطل بحال خمسة كيلو ولا اربعة كيلو اللي فوق ولا ركيجيبوا ليسطل ديالهم يوانا اخواتي هاد الخدمة رغي المونتج اللي كيبقى كيسر عام حتى انا راه بحالي بحالكم ركا نخدم غيب شوية وكان ملين عياحة انا كان نبقى نحت ذاك شي عاوتاني حتى نرتاح واحد الوقيت شوفوا صفوف ديالنا ما شاء الله ما تلقوش ديك الزيت اللي كتكون لتحت كان واحد النوع دياله سلو كيكون طالق الزيت اللي تحت يعني ما مخدو مش مزيان ومكترين في الزيت هادا هنتو ما كتشوفو كيجي معلك وذاك الاسفل ديال داك هاديك البانيو دياله اللي دايرها فيه ركيكون ناشف من تحت يعني القياس دياله وهي شباكية بالنسبة الاخوات عاوتاني غادي نطيب الشباكية عاوتاني في هاد اليومين هادي ان شاء الله غادي تكون موجودة البريوات البشنيخة موهم اي نوع ديال المعسلات ما كان طيبش بزاف كاتبقاليا يعني كان طيب واحد شوية حتى كتسمشي والحمد لله دبرا كاني نقاع لكم منذ قبل ما غادي نطيبها يعني صغير نخدمها يديو الناس ديالهم غادي عاوتاني نخدم واحدة اخرى بحال هكا صافي اي واحد بغا شي حاجة سواء من المنتجات سواء من هادو تواصلوا اختي فرقم راها كان جاوب انا اللي كان جاوب غير بعض الاحيان الاخوات اللي هكا تعطلت عليهم كانكون اما خدمة ضروري في شي وقتك كان حيدا عاوتاني لكونك سيقاع من تليفون باش هكا نخدمو عاوتاني شوية لانه ممكنش نبقى عاوتاني هكا مقابل غير تليفون راهم غاديش يكون عاوتاني اللي يخدم اول عسل ما شاء الله راي بقى مبادش يعني دوز هنا تقريبا واحد ساعتين ولا تلت سواء عسافي مبقاش مبقاش سخون ولكن بقي شوية دافي من اللي برد را يكون قاسح علي هكا هو باش كان خدم المعسالات باش هكي بقى لاسق فيهم وكي ما قت ليكم را خدم تقريبا 21 كيلو ديال الام ديال ديالسكور انا ما كان ديرش ديك 20 كيلو كلها في طنجرة وكانبقا كيما كيدروا بزاف ديال اخوات الحلويات كيدروا 20 كيلوود بقى وحدانا حقيقة دائما كان نخدم بالجوج كيلو كان نخدم باربعة كيلو عفوا جوج باكيت وما باش كان نخدم ربما تكون وحدة دايز إما تحرقات إما وقع شي مشكلة هما نخدموه باربعة كيلو واربعة كيلو حتى نكملوهم هذيك ديال تنجرة الكبيرة ما زال ما جربتش نطيب عشرين كيلو في تنجرة كبيرة بوحدة إن شاء الله شي نارا غدي نجربها هي أكيد ما غدي يوقع لها والو غدي تجي ناجحة بحالها بحالها دي ولكن أنا كان فضل نبقى نطيب باربعة كيلو نبقى نجمعها لأسلف وحدة القاملة هذي نصوب معاكم دابال كيك من بعد بالنسبة لهذا القياس ديال هذي الكيك هذا أو لهذا الخليط هذي خرج ليه اطناعش ميني كيك بحال شكل اللي شفتوا يحتاجت ليها ثلاثة البيضات اللي كيكونوا دائما في حرارة المطبخ يعني يكونوا غير خرجين تلاجة ورشة ديال الملح وكاس قلاربع ديال ما يكونش عمر بسافل كاس ديال العنباء يكون كاس قلاربع كاس تلوتين ديال الكاس ليس كتروش سكوار وباش نتحصلوا على واحد تعليك اللي كتكون بحال كتعطان واحد الماداق بحال الجنواز جوج معالق ديال الموربة ديال المشماش وصافي كان بداو كانستمرو هكا في الخلط وحنا كان دائما باش يجينا خليط ديال كيك ناجح كان بقوا نديرو هذي القياسات أو هذي المقادير وحده وره وحده بشوية وحنا كان نخلطو بشي يدخل فيه ذاك الهواء درت ايضا كاس قلاربع ديال الزيت زيت نباتية القياس ديال الكاس هو الكاس ديال العنباء مياه وخمسين ميليليتر زيت ايضا كاس عنباء ديال الحليب ومعلقة ديال هذي الفاني هذا بودر هذي الفاني كيف ممكن تدروا ذاك الكيس ديال الفاني ذاك سكوار فانيلا هو اللي نديروه وكان نخلط بهذا الشكل صافي من اللي كان نخلط هذي السوائل كلها على هذي الشكل ضروري دائما الخل واحد معلقة صغيرة ديال الخل هي اللي كاترد لنا الكيك ديالنا دائما نشيش الخل زيدوه في اي نوع ديال الكيك ديرتوه يعني اي شكل ديال كيك صوبته ديرو فيه الخل يجي يعطيه واحد لهاشاشة في القوام دياله وبالنسبة للخميرة هنا كل جوج بيضات كنديرو كيس ديال الخميرة الحلويات انا درت هنا ثلاثة غاد نزيد واحد شوية غير شوية ما تكتروش باش مايفضش لنا هذك المحتوى ديال اللي مول هكاك من اللي نعمروه إلا كتكون الخميرة كتيرا راه كيفيد وما كيبقاش على ذاك الشكل اللي بغيتو انتو ما تحصلوا عليه بالنسبة للدقيق غاد نعبره معاكم هنا يا درت جوج ديال الكيسان تكتعمروه عادي بالمعلقة هكا وكتبنسحوه وكتخويه والكاستلت هنا انتو ما تشوفوا ما غادش نكمله بالنسبة للخاليط كيكون قاسح شوية على ديال المول الكبير كيف ما كيكون عاوثاني ما كيكونش عاوثاني قاسح لدرجات هذو كبكيك اللي كان صوبوا ذكر كيكونوا قاسحين بزاك هذا اللي انتو ما شوفوا القوام دياله ماشي مطلوق وماشي ايضا في نفس الوقت قاسح هنا صافيا بعد ما خلطت هذا الخاليط نضيف واحد الكيمياء الحبيبات الشوكولاتي هي اللي اعطتنا ذاك اللون اللي شتب حال شكل من مره هكا في الكيك تقريبا تقريبا نضير واحد جوج مع القكبار عمرين مزيان وصافيا هنا بالنسبة لهذا اللحظة هذي رشعلت الفران بدأ كي يسخن درسو على 180 الفوق والتحت حتى غادي ندخل هذ القواليب دياله وغادي نقول لكم ان شاء الله كيفاش طريقة ديالطياب دهنا ليمول دياولي بالزبدة هنا دوبتها شوية لانها راه باردة ودوبتها شوية باش كي يصلاح لين دهنا بسرعة دهنو بالزبدة ورشو دقيق يمكن تخليوهما هلا تشكل هكا هكا هما مكا يلسقوش وفي نفس الوقت راه الزبدة دائما تعطي للك اللون الدهبية في الكيكة هي حسن من الزيت صافيك تحاولوا تعمرو ما تعمروهما حتى يعني كلها لانا نتو ما غادي نوريكم في الاخير بقال غير واحد شوية ما ما بغيش نزيد واحد الملاخر صافيك تفيت بها 12 ولكن اذا بتشوفوا مليطة بتصراهجة وشو حدين طالعين بزاف باش ميجيوناش طالعين على الإطار لانا غادي نقلبوهم نعمرو هذيك الحفيرة ديالهم وصافيك ندخلهم دبال فران غادي نطفيليه الفوق يبقى شعر غير من التحت درجة الحرارة 180 خدالية تقريبا غادي ياخد لي 15-20 دقيقة صافيك يطيب كت طريقة دياله باش يجيكم داك اللون دهبي في الوجه ديال الكيكة دائما الناس اللي كيبغو داك اللون يجيهم مدهب وما محروقش من التحت كتخليوها حتى كتكمل طيب ديالها في الفوق من اللي كتشوفوها صافي من الجواني بديالها محمرين كتطفي والتحت وكتشعلو الفوق وكتعطاكم هذي اللون هذا شوفو ما شاء الله راه ناجح هذا الخالط 100% وشوفو ردو معي البال هذو اللي طالعين هكا يعني احنا بغن نقلبوهم باش نعمرهم هذيك الكيمياء اللي زيت هي اللي اعطتني هذي الناتجة هذي منا يبهن لكم هذي دبيلق البنهار ما ديش تكون وقفة هذي نعطيكم الحل الاجاكم هكا طالعوا بغن نتعمرهم من هذيك الحفيرة ديالهم هذي ناخدو واحد سكين وغادي نحيدو هذي الفائد اللي كيكون صف ما كيكون مقوبة بهاكا ما كيخليج ديك القاعدة باش نوقفو عليها الكيك هنتو ما رباينا هنا يا كتحيدو غير شوية هذي هذي طريقة كندلوها دائما لأي كيك درناه كبير او لحجم عائلي وطلع لينا وبغن نعمرهم من الوجه الاخر ديال اللي كيكون فيه ديك المول العاجب ديك الحفرة ولا ضروري كتحيدو هذي القياسة باش جيكم مقدف لحطه ما يجيش عوج وذيك الكريمة او لذيك الخليط اللي درتو فيه غادي يتزل عليكم في الجناد صافي طريقة سهلة و بسيطة ولكن كيما قلت لكم ذاك الخليط يعني غادي خرج لنا 13 لقطعة عماشي 12 انا هذي كتال الاخرى فرقت علي ومجا طالع صافي دبا غادي نتوز معاكم نصوبوا الكريمة نصليتر ديال الحليب وفي الحقيقة هذي القياسة غير ربوع لتر كافي لان شطلي الكريمة أخوات اللي بغاو يدير ذاك شي قياس ديرو ربوع لتر ودرت جوج معالق ديال السكوار وغادي نضيف الكاكاو البودرة ديال الكاكاو كيفما يمكن تدير هذي كل اكياس وهناي غادي ندير واحد ملعقة ديال الميزينة هولا نشط دورة ونزيد الملعقة التانية شوفوا را ما عمرين شبزة فاكاية بالنسبة لهذا الورق هذا عندي ميزينة والكريمة باتيسير والكريمة شونتي كلهم فاد العلب هذي يتشابه وكندير واحد ذاك الاسم ديال كل حاجة نضيفه في واحد الورقة هذي من ذاك الورق ديال المطبخ اللي نستعمل لفراد وكننضيفه باش نبقى نفرق بناسهم وما يتخلطوش لي هذي 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 الحاجة اللي بغاو تستعملو وتلقوها هي 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 بعدما أغليت الخاليط ديالي وانا كان استمر في تحرك نضيفه سبعة ديال القطاع ديال الشوكولات ممكن إلا ما بتجدير الشوكولات تدير واحد العلبة ديال الياغورت ديال الشوكولات واحد معلقة صغيرة ديال الزبدة تهي كتعطنا واحد اللمعة لهذا الكريمة ديالنا وهو صافي هو سخون كنبقى كنعمر في هذي الحفيرات مالي كتعمر دائما الخاليط ديالكم هو سخون راه الكيكة ديالكم او لأي نوع ديال الكيك يزيد يمتص ذاك ذاك السخونية كتعلك لنا او لكترطب لنا الكيك ديالنا وصافي هنا تزين كيبقى اختيار كتديروا اي حاجة بغيتوا تزينوا بها ادرت هنا ورقة ديال اللوز ايفيلي كتاخدوا ذاك اللوز اللي كيكون صحيح بها تشكلهاك وكتزينوا شوية الفخون بواز عندي في تلاجة او لف المجمد المهم كتديروا تزين اللي بغيتوا واللي يعجبكم انتوما شوفوا هذه نقطة ديال لديكم حبيبات الشوكولات اللي كانوا في العجينة شوفوا على اللون اعطانها بها شكل ديال نمار فيها نقطة تكوح الجاز وين بزاف وهنايا غدي ناخد شوية ديال هاد زبدة اللوتيس غدي نسخنها شوية في واحد الكسرنا فيها المسخون ونضيرها في هاد هذه اللي كان نضير بها ذاك الخطوط ولا اديروا اغيف بلاستيكا وتقبوها وتديروا خطوط فوق الكيك ديالكم بالنسبة لهذا اللوتيس اديروا اغيف الماء دافية وكتطلق ضغية يعني بسرعة هي كتدوب وكتولي على هاد الشكل هادا ممكن تدير خطوط ديال الكراميل ولا بشكلة او لابدانة يعني باي حاجة ولا تخلي وقع غير بحال هاداك الشكل راهي يعني مزينة راسها براسها صافي انايا غدي نسدها مزيان وغدي ندير بعض الخطوط من الجوانب باشاك نزيدوا ازعم زيدها كالشكل ديال هاي جيزوين غدي ندير هاد الخطوط هادو بالنسبة للمقادير غدي تلقوها في صندوق الوصف يعني مكتوبة بالترتيب انتوما اخواتي غير ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم وبتشجيع دائما ان شاء الله غدي بقان تصوب معاكم هكا اشياء اللي تقدر تكون هكا اقتصادية وتبغيوها المنزل ديالكم وحتى لولدات ولداتكم وايضا الضيوف لما لا غدي نفتحها معاكم باش شوفو كتجي خفيفة وهاشة من الداخل يعني بحال البونج هاد الكيك هذا ناجح مئة في المئة حتى لابغو تدره في واحد المول اللي هو عائلي حجم عائلي كي يجي الديد وتعمره بنفس طريقة هكا كي يجي الديد بزاف وناجح مئة في المئة يوصفي هادا هو الفيديو دياليوم اخواتي انتمنى الاعجاب ديالكم وصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الراحة الى اللقاء اشتركوا في القناة